اشتركوا في القناة ودي قوة لترجع مصر الثاني رقم واحد زي ما كانت نطع فاصل ورجع لكم تاني وشباب اليوم معلومة اليوم من بنك المعرفة عن العالم والطبيب الشهير ابن سيناء الذي عرفه العالم باسم الشيخ الرئيس ابو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء وهو اشهر اطباء المسلمين والعالم اجمع وهو كذلك اديب وفيلسوف الف ابن سيناء كتاب القانون في الطب الذي اصبح مرجعا طبيا منذ القرن العاشر وحتى القرن السابع عشر الميلادي كما الف ايضا اكثر من مائتي كتاب ورسالة في مواضيع متنوعة بين الطب والفلسفة وهو اول من كتب عن الطب في العالم متبع النهج ابوكرات وجالينوس واول من وصف التهاب السحاية الاولي وصفا صحيحا وكذلك اسباب اليارقان واعراض حص المثانة وانتبه الى اثر المعالجة النفسية في شفاء وهو ايضا العالم الاول الذي اهتم بتوضيح تأثير الهواء الفاسد في نقل الامراض وهو من عرفه في العصر الحديث باسم الجراثيم واستطاع ان يصف واشرح العضلات الخاصة بالعين بشكل صحيح ومثلما اشتهر ابن سينا بالطب والفلسفة تميز ايضا بحبه للادب فلقب بالفيلسوف الاديب ورجعنا لكم تاني في الستوديو راحب وديفي في الدكتور ناصر العصر اهران سانبيك الهند اهران سانبيك الهند موندس محمد الشافح اهران سانبيك الهند دلوقتي عن جائحة كورونا بقالها من شارح برة من شارح دوشر او اخر شارح دوشر وانتقدت للمنطقة العربية في حدود اوائل يناير اوكي جائحة كورونا اثرت على العلم كله بلا شك كله بلا ستتنا يعني تمام السلوجن او الشعار خليك في البيت او stay home ده عالمي مش 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 شعار لا عربي ولا مصري ولا اجنبي فقط هو شعار عالمي اه جائحة كورونا غيرت في حاجات ومفاهيم كتير جدا في العالم كله اه متفق عليه من الدول والحكومات واي حد بيقرأ ومثقف زيكم كده مثلا انا هيعرف انه العالم مع بعد كورونا هيرجع بس مش زي مع قبل كورونا اه كورونا برضو علم ناس كتير جدا البعد في الكلام الـ e-learning الكمبيوترات من بعد مش مجرد كلام حتى في الكلام مخلاص دك حتى في الشغل كي تقدر تعمل شغلك واتقعد في البيت عندك زي ما انت في تارك التحقق مزبوط كده كده كلمان انا غلطان مزبوط في حاجات كتير جدا بقى غيرته جائحة كورونا وحاجات اثر فيها الشباب دول الشباب اللي موجودين في الدول كلها كان ليه دور فئيسي جدا في مكافحة هذه الجائحة عن في مصر في حاجات كتير جدا احنا رصدناها زي الشباب اللي كانوا في الالحمر الشباب اللي موجودين في الشوارع عايزين يقدموا مساعدة بأي طريقة ان كانت لوزارة الصحة عانوا يساعد ويشوف المرضى ويعمل ايه ويتدرب حاجات كتير معايا النهاردة انتو الاثنين ما شاء الله طبعا في حاجة تتعرفون عليها وانه من انواع الاختراع الابتكار انتو عملتوه تمام يخص موضوع جائحة كورونا صح كده انا غلطون عايز اعرفه كويس اوي منكو عبارة عن ايه كلام ده كله انا اعتبر احنا اوي ناس نعرفه كشاباب اليوم هو ايه عبارة عن ايه الفكرة جات من اين انت حضايق دكتور برضو وانتا كمهندس التول اتنين كل واحد بفيش حاجة بتطلع لبفكرة يعني الفكرة جات لك عشان كده التول اتنين اصريته انه يطلع الاختراع ده تمام اول ما جت موضوع كورونا من شهر اتنين كده بنا نسمع كل العالم المشاكل اللي بتحصل في ايطاليا وبدأت بنسبة حالات الاصابات والوفيات وبعد كده راحت امريكا وبعد كده ظهرت في اسبانيا فمن متابعتنا للمرض لقينا ان طبعا بنشكر الحكومة طبعا على الاجراءات اللي اتخذتها في البداية خالص عشان تحمي المواطنين عادنا نفكر ازاي يعني نحمي الناس دي وان احنا ازاي نحنا نشوف نعمل ابتكار جديد يساعد الناس على ان هما يعرفوا حالاتهم الطبية من خلال الجهاز ده وفي نفس الوقت اللي يجي له اصابة كورونا ولا حاجة انا اتطمن برضو على ايه واتطمن على نفسي بحيث اخذ الاجراءات الطبية وفي نفس الوقت الهدف نساعد الاطباء بدل ما يبقى فيه يعني احنا حسنا في اطاليا نطعم الاطباء كتير في المستشفيات اتصاب بمرض كورونا من المرضى واعلنوا اساسا انبارح وربا اعلنت انها محتاجة طقم تمريد جديد دي حقيقة وكانت امريكا من شهر برضو امريكا عايزة 90 الف ممر بالزبط فلما جينا بقى نفكر طب ازاي برضو نحمل الطبيب فلما عملنا دراسة كاملا لان ان فيه شركات تكنولوجية ادرت ان هي تعمل حاجة يستخدمت الالاين زي ما حرك قلت فعلا ان دلوقتي الشغل بقى كل اولاين حتى في الجماعة عندنا كل المحاضرات وده فتح يا دكتور برضو السكة ان هو ممكن يكمل كده ما هو اكتشف ان هو حضرتك مثلا ان ممكن تلاقي الحاجات ان انت تدفع على كهرباء مثلا بزبط بزبط هتقل دي حقيق السيانة هتقل الولد مش مطلوب منه اكتر ان هو يتابع بس وانتو عملتوا سيستم كده جامعات عندكو عملتوا سيستم دي حقيقة شغالية انا شوفتو انا كنت بتبقى شايفه او بتعمل كود معين انا كنت عارف ان هو قاعد بالزبط بالزبط صح كده وانا انا ببقى دي حقيقة فعلا وده اللي كل دلوقتي شغالين اونلاين فطبعا احنا برضو ركزنا على ان احنا زي طب نعمل دراسة للبروجيكت نشوفه هل ما هو موجود ولا لأ بحيث ان احنا ما يبقاش يقولوا ان احنا قلدنا حد او ان احنا برافالي صحك اخذنا الاختراع لان دي برضو امانة علمية احنا شغالين على في البحث العلمي صحك فلما عملنا دراسة لقىنا فعلا ان الشركات التكنولوجية سواء في امريكا او في الدول اوروبا عاملين سيستم بيك داتا اونلاين زي الجامعات اللي هما مستخدونوا ابليكيشن كده يقدروا ان هما يسجلوا عليه الناس الاشخاص وفي نفس الوقت تسجل عليه مثلا لو انت عندك درجة حرارة بتقولوا فعل ابليكيشن في الداة وانت بتعمل الداة الفورم بتاعتك تقولوا ان درجة حرارة كزا بتاع بس احنا لما الهدف منها احنا قولنا ان دي مش مصدقية ما ممكن تكون عندي اعراض كورونا بس في نفس الوقت انا ممكن اسجل بيانات غلر ولا حصلت انا في مصر خايف ممكن خايف دي حقيقة فلما جينا عملنا الدراسة وشفنا الصين عملت ايه برضو وطبعا لقينا برضو اشتغلت على سيستم وبيك داتا شفنا البرنامج الرئاسي اللي بعمل بابليكيشن اسم اسك ده باستخدام راتوفيشال انتليجنس اللي هو الزكاة للصناعي فعملنا دراسة كاملة عن كل اللي هما الناس اللي عايزين يقدروا يقدموا حاجة سواء تخدم البلد او يتشوف يتساعد المرض ازاي فقلنا لا احنا بقى نقف هنا شوية فكرنا نقف بشمهندس محمد على الجزئية ديت في البداية خالص انتو اللي تعرفت على بعض ازاي او اللي انتو اصدقاء اخوي يعتبر اخو المدام طعب طبعا اخوك او بالزبط فطبع لما جينا اشتغلنا على الجزئية دي لانا الجئنونة طب نعمل ماسك والماسك ده نحاول نوفر فيه سنسورات والسنسورات دي تبقى متصلة بس انا اعتقد من وجهة نظر الشخصية المحدودة هتلاقيه بماسكة دي كده بالزبط دي كانت بداية يعني احنا اعتراضنا على ان احنا انه نعمل ماسكة طب ايه الحاجة السمبل حتى الفضائي ماشي بالزبط او حتى ممكن تبقى مكتفاء وتكتمو انه هو لو هيشتغل بتاع كده فقلنا طب ايه الحاجة السمبل قلنا الساعة شكل الساعة بالزبط بتتلبس عادي في الايد جهاز الكتروني بيحتوي على معظم سنسورات طبية زي درجات الحرارة التنفس نبضات القلب والله ده كله ممكن في الساعة كده كل ده موجود في الساعة وانا اصد المكان ده عنده قدرة انه يعرفت كله اه عنده القدرة انه يقص التمبريتشر والنرمضات الان وفي نفس الوقت متصل ان كل الاراية دي طبعا بشماندس محمد عمل تصميم انه هو يستقبل الديتة دي ويزحها على مول الابليكيشن ان انا اقراها فان انا يكون عندي درجة الحرارة والتنفس بالزبط تبقى يعني لقدر الله لو اللي لابسها لقدر الله بيعي هي تقري انه درجة حرارة بدها ترتفع بالزبط ضغط البن اختلف مش عارفين كلام ده بالزبط كده عاملين بقى زي ميسج برضو تنبيه لان انا لو في مثلا الجهاز ده مع جراني بالموبال ابليكيشن وبيتابعوا الحالات الطبية برضو من خلال الموبال ابليكيشن والجهاز ده اقدر ان انا قاعد لو حصل لقدر الله حد عنده اطلاط جاله جاله الاعراض انا قاعد مع حد سالين ما فيش حاجة تجيلي ميسج تنبيه بان الشخص ده عنده كذا كذا في اللوكيشن اللي هو موجود حوالي فاحنا اللي عملنا قدرنا ان احنا نعمل دراسة كاملة للسيستم كامل وبالذات موضوع الموبال ابليكيشن بس طبعا احنا جينا في البداية في تركيب الجهاز وتقسمته وتركيب السنسورات طبعا احنا يعني ايه وجهنا صعوبة شوية فيه طبعا احنا عايزين يكون برضو جهاز تحت اشراف طبي فانا عندي ابن عمي مسك مدير وحدة الفيروسات بمستشفى عشمون محافظة المنوفيات حال وهو اول وحد ادينا الارشادات الطبية والابروف على الجهاز ده ان الجهاز ده لازم يتنفذ وانا معاكو يشتغل عليه فلما اشتغلنا عليه عملنا الدراسة ولما جينا نشتغل على قولنا طيب احنا كده عملنا دراسة ان الجهاز ده مش موجود ويستسيم ده موجود ومعانا مشرف طبي بيشرف على الجهاز طب ايه برضو التوصيك الاحسن والافضل لنا ان احنا نعرف الجهاز ده عالميا كمان مش بس محليا انا طبعا ادتور في جورنال يابانية وهندية رئيس تحرير طبعا باشف على ابحاث فبرضو من دراستي روح تجاي مقدم لهم لمجلس الادارة في المجلة على البيبر ده والجهاز ده طبعا يتقابل بشكل يعني مفيش بحثي بيه مثلا بيتقايم اقصى مثلا شهرين ثلاثة على بالما يبعتوا هما بالزبط في خلال الاسبوعين كانوا موفين على على الجهاز وعمل ما ده اهمية الجهاز وما ده ضرورية الموضوع في الفترة الحنا فيها بالزبط طب أستاذ انك برضو نقطر محمد شوية ميش تمام مهندس بقى اه طيب دكتور ناصر ناصر شرح لنا الدنيا عاملة ازاي فكرة جات منين مش عارف ايه تحركاته في الابحاث وانه يدور وانه ما يكونش مقلد ولا سارق امانة علمية وكسكتار علمي ده بتاعه انت كمهندس لك برضو ضير رئيسي جدا لانه هو من غير ده مش هيتفز يعني حتنم نكمل بعض كل حاجة بتكمل بعضها كانت الفكرة لما جات معاك انت والدكتور كان رضي في حالك ايه على الفكرة وبدأت تتقرر تعملها ازاي خصوصا موضوع القناع انا كنت اصاري واسوال ده بس اتجلت ليك الماسك لغينها عشان كبير وما برضو بتعمل انت عملت جمب من الماسك لساعة اتكا ممكن تقل شوية في الحجم في حاجة في الظهر حاجة مثلا في الكتافة متاع تصغر بق لقد ما توصل للساعة انا بس ما تنشأ السؤال ده من ماسك اف تو جمب مرة واحدة انا بكامكا مهندس على فكرة ماسك جمب لساعة انت سكيل واحد لعشر صحك الله انت عايز اعرف الفكرة كانت ازاي هو طبعا دكتور ناصر لما جاءتكلم معايا في الموضوع احنا اول حاجة فكرنا فيها ان احنا ازاي نوفر اول حاجة خالص ازاي نحنا نوفر الحاجات الطبية اللي هو القراءات الطبية للطبيب في الاول فبعد كده لما اتكلم معايا في موضوع الماسك يعني فضلنا نفكر في الموضوع ان الموضوع مش يعني هيكون يعني موضوع صعب جدا يعني خصوصا ان احنا عشان نعمل ماسك زي كده محتاجين أن نغير كل شوية بمسكو طبي لأنه ليس سينفع ممكن تحصل عدوى أو حاجة بالنسبة للشخص طبعاً لما نفكر في الموضوع ندور على المكان في الجسم نقدر أن نأخذ منه قراءة كويسة وفي نفس الوقت أنه يكون مريح للشخص بالضبط فإننا قدرنا من خلال الإيد نطلع كل القراءات ونوفر القراءات من الساعة للموبايل أبليكيشن فالموبايل أبليكيشن من خلال أنه متصل بالساعة يمكن أن يبعث كل الكلام للدكتور في نفس اللحظة ويقدر يقسم حالة الشخص مثلاً الشخص ده درجة حرارته مرتفعة الشخص ده درجة حرارته عادية يعني هو بيبدأ أنه يأخذ كل القراءات دي ويعمل تحليل لكل البيانات ويبدأ يبعثها للدكتور الدكتور طبعاً يقدر أنه يحدد الشخص ده هل هو مثلاً يعني درجة حرارته كده مصبوطة لا ده هو كده فيه ارتفاع طيب دلوقتي كان فيه ارتفاع بعد ساعة مرأبه مرأبه اه بالزبط فبيبدأ أنه هو يشوف الشخص ده ويبعث له رسائل لو مثلاً حصل له مشكلة أو كده بيبدأ يبعث له رسائل فطبعاً ده بالنسبة للتشخيص الطبي الموضوع طبعاً ممكن الحاجات ديت موجودة هنا ولا طالت جيبها مبارا بالفعل فيه حاجات كتير متوفرة هنا بس فيه حاجات احنا طلبناها من بره لسه مفروض أنها تيجي فطبعاً في انتظار أنها تيجي علشان نحن نكون برضه الموضوع شغال يعني احنا حالياً طلعنا اللي احنا عاوزين وبس لزيادة أكتر أمان حبينا نحن نجيب سنسورات زيادة فإحنا طبعاً مش بس أن نحن هنشخص الحالة لأ الموضوع داخل في حاجات كتير جداً زي أن احنا عندنا الاقتصاد احنا عندنا يعني بنحاول نحل المشكلة دي ازاي أن العمال ممكن أن نرائب تحركاتهم بنعرف هما رحين فين وكده فكل شركة ممكن أن هي تحط سيسلم ده عندها وتقدر تتابع هل الشخص ده خالط سليم وبيخالط وبيخالطش ولو خالط زي ما كده الدكتور قال تنبيه وغيره بالزبط صح كده نقدر أن احنا نشوف الأشخاص اللي هو خالطهم كمان هل الأشخاص دول خالط وناس تانين هندهم إصابة سيسلم بقى خلاص اه بالزبط فنقدر أن نحل المشكلة دي بشكل كبير طيب اسمحوا لي أنتوا نطلع الفصل ورجع لكم تاني فصل ونرجع تاني مع مهندس محمد ودكتور ناصر ورجعنا لكم تاني الدكتور أعزي تصور مهم المشروع دوت هو داخل فيك وداخل معاك ونا سمعت وإحنا بلنا نتصور أنتوا تداخل فيه جيش قوات المسلحة صح كده احكي لي التم دخولي زي القوات المسلحة حتى الانتاج هذا الجاهز والله إحنا عرضنا على وزارة الانتاج الحربي مصنع 99 حربي اللي هو خالط زكي الحقيقة طبعا انتاج الحربي يعني أول ما استقبلنا كان استقبال كبير جدا رحب جدا بالفكرة والتنفيذ الكلام ده كان من خلال فترة رائبة جدا وقال الموضوع ده مهم لازم إحنا نتبنى وإحنا بنتبنى أي باحث وهي مختارة يقدر يقدم فكرة يقدم فيها بلده وفي نفس الوقت طبعا ادينا تعديلات الإضافات بس لأن طبعا عنده فيه طبعا ناس العمال هما في المصانع بيشتغلوا تحت درجات حرارة عالية فالنقطة الجهاز هيبقى لي مشاكل وهم شغالين تحت درجة الحرارة عالية ولا لا كان طبعا حاجة مهمة جدا إذا حيانا برضو جدا حاجة ساعة بتعلى فكرة كده لنظرة اللي ظروف محيطة وبتنزل تالي طبعا 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 عمتا لا يحد فينا دي حقيقة اوه فطبعا هما الحقيقة طبعا ادينا لهم الحلول وقالوا أن احنا في خلال إن شاء الله الخلال اللي من جايين هيبقى فيه اكتمام مع الحالة العربية للتصنيع وطبعا يبقى فيه اجتماع مقبر كمان بخصوص التنفيذ دوت إن شاء الله بإذن الله طيب بالنسبة للجهاز والساعة أنا مش هقول الجهاز هي الساعة والأبليكيشن والكلام ده كله هيعتبر شيء متفرد عالميا يعني ما مش موجود زيه صح كده مزبوطا طيب هل الجائحة هي ممكن تكون بداية لاختراعات وحاجات ابتكارات زي ما انت عملت كده عن مكافحة الأمراض ولو باقي بشكل عام أنا بتكلم على الأمراض ولو باقي بشكل عام يمكن سليم وجه مباشرة ليك انت بالتخصص يعني هل دوت ممكن يكون زي بوله فتحة الباب إننا حننركز عن موضوع ده لإننا برضو كفترة اللي فاتت يمكن من بعد اللي أنف الوانزة الأسبانية من سنة 1920 لغاية سنة 1940 على مين العالم كان بدأ يعني خايف بدأ يالي 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 لغاية ما خلاص عشرين سنة عدت بقى لغاية ما فاق يعني يعني زي ما يولاك عدد الأذهان كورونا اللي بيحصل ده انت شايفي الحقيقة طبعا أنا شايف إن إحنا نعتبر الدولة الوحيدة اللي قدرت تفتح مسابقات وتساعد الباحثين والمتكرين والمخترعين على إنهم إزاي علجوا المشكلة دي يعني أنا من دراس الشخصية ومن رأي الشخصي في بطولات دولية طبعا المسابقات لعنى الاختراعات والرابط والحاجات دي كلها وبالضبط وفي كوريا وفي كندا وفي أمريكا ويمكن يعني أنا حضرت كثير جدا من أخذ فيها مراكز حالة ومصريين أو بالضبط حضرت كندا وحضرت كوريا وشفت الاختراعات وخدت المراكز دولية بس الفكرة إن الدولة باجت هنا عملت ايه وزارة التعليم العالية طبعا لها كل الاحترام والتقدير فتحت مسابقات خاصة بإن أنت إزاي تطبق فكرتك من خلال كدامة البحث العلمي أعلنت عنها إن طبعا اللي عنده ابتكارات يقدر يقدمها يساعد بها كورونا يقدمها إحنا طبعا قدمنا فيها برضو بس لما لقينا طبعا كل الأراء اللي موجودة خاصة بكلها أولاين ما فيش حاجة فيها جهاز ومبا كل كله كله كلام فيوريتك بالضبط نظري كذلك بالضبط ما فيش حاجة متنفذة يعني جاي مجلس الوزراء أعلم من فترة ورئيبة جدا برضو عن مسابقة خاصة بالفيد بلدك دي لسه دي لسه طالب كم يوم دي حقيقا بالضبط فطبعا كل الحاجات دي أنا من رأي الشخص اللي أنا شوفت دول أوروبا ودول أمريكا الكاملة ما تعملش كباحث علمي لكن إحنا بصراحة قدرنا في الفترة دي الدولة لطبر الوحيدة اللي قدرت يعني اتساعد حتى كل الشباب إنه هم اللي عنده ابتكارات يجي يقدم التسجيل مفتوح لو لقينا شوف إيه الحلول اللي عندك تقدر تساعد دي تكشف بيها مرة كورونا ولا لأ ده حي فالموضع كويس طيب محمد إت سنة ثالثة صح نايس أستخدم إن شاء الله سنة وتطلع بقية للشغل إن شاء الله طيب هل سنة يعني هل تم مساعدتك برضو من قبل مهندسين أو الدكاترة بتوع الجامعة عندك في حاجة زي الجهاز ده وطلعني حاجة زي كده هي كومبليكيتد مش سهلة خالص طبعا ساعدني كتير جدا دكتورة عندي دكتور أمار وارفاعي قدرت إن هي تفكر معي كتير إزاي إن كان بيواجهنا مشاكل كتير جدا في الجهاز قدرت توفر لبعض الحلول للمشاكل دي قدرنا إن إحنا نفكر مش بس إن إحنا نوفر لأن الموضوع كان في الأول تشخيص بس قدرنا إن إحنا نفكر إزاي إن إحنا نخلي الموضوع أكبر من كده بكتير فإن إحنا نحصل ده لما الدكتور كده اللي هو مرابة ومسجات وخد بالك لو في حد رايب منك معدي وحاجات كتير وإزاي نحن نطور الكلام ده كله في إطار تخصصها هي مسؤولة عن الارتفيشال انتليجنس وتقدر إن هي يعني هي ليها أكتر من حاجات كتير جدا في موضوع الزكاء الإصطناعي يعني في مصر فقدرت إن هي تفكر معي في حلول إن إحنا نقدر نوفر من خلال الداتا دي إن إحنا نحدد الأماكن المصابة ونتوقع الأماكن اللي هيكون فيها إصابة إن شاء الله زي مترس كده بتقدر تقرأ منها التوقعات يعني الموضوع هي حصل فيه أو بالضبط وكمان إن إحنا نقدر نخلي الأماكن اللي فيها يعني الأماكن المصدحمة والأماكن دي يعني مثلا البوابات ما تفتحش غير من خلال QR كود أو شفرة من خلال تحليل الشخص ده تثبت أن هو سليم بالضبط والأشخاص اللي هو خلطهم يعني الأشخاص اللي أنا خلطتهم هم خلطوا مين كل الكلام ده بيتحلل وبيطلع نتيجة في الآخر هل أنا مشكوك أصلا أن أنا أدخل فبقدر أن أنا أدخل المصنع أقدر أدخل المترو الأماكن المزدحمة بحيث أن الموضوع ما ينتشرش يعني طيب أستاذ أنكم في فاصل تاني وأرجع عليكم على طول فاصل ننجع تاني مع المهندس محمد الدكتور ناصر الشهداء هي إحدى المدن الرئيسية بمحافظة المنوفية وقد سميت بهذا الاسم تخليدا لذكرى شهداء المسلمين الذين قضوا في معركتهم ضد الرومان على أرض تلك المدينة أثناء الفتح الإسلامي لمصر ومن أعلام مدينة الشهداء الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية السابق ومن رحم تلك البيئة الثقافية تميز الطالب محمد عزة فرغل الذي حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة لعام 2019 وارجع لكم تاني متوقع إمتى إن شاء الله بإذن الله تعالى حاجة زي دي تطلع عجل الساعة دي ممكن تتبع موجودة في السوق يعني إن شاء الله بخلال توقعاتك يعني توقعاتي يعني في خلال فترة رائبة جدا يعني يعني مش هيكمل شهر بكتير قوي يكون يعني كل الكلام ده المنتج ده موجود في السوق بإذن الله بإذن الله طبعا التعامل مع وزارة الانتاج طبعا التعامل مع برضو وزارة الانتاج الحربي طبعا والهيئة العربية للتصنيع والجيش وراك هيطل طبعا 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 طيب يعني أنت متوقع إن هو خروجها ما قبل المصل مصل العالم كله بيسابق أو فيه دلوقتي إن هو يحاول إلا أحلل أتمنى طبعا إن هما يسعوا في حاجة زي دي ت وطبعا موضوع مهم جدا في الوقت طيب نصحتكم إيه الأخيرة بقى للكورونا بالنسبة لل stay home وقوض في البيت طبعا الواحد طبعا يتجنب كل عشان الناس بس أنا بقولك كده من دوقتي عشان الناس تغير دلوقتي فيه ناس كتير جدا شريحة كبيرة مستقلة بالموضوع جدا يعني يقولك عادي يعني أنا أعرف ناس يقولك ده دور برد أنا مش فاهم طبعا موضوع نعم طبعا موضوع احنا سمعنا عبد صغير يعني فيه نوفيات ووفيات دي نسمعناها أنه مرض مرض سهل دي حقيق رب نعف يعني إن شاء الله شكرا جدا يا دكتور شكرا جدا وبالتوفيه نتقابل نقول شهرين شهر ولا كمان شهر يكون الجهاز معك شهر إن شاء الله خلاص بإذن الله أنا أعتبر ده وعد بإذن الله شكرا جدا أنا شمانس محمد بالتوفيه إن شاء الله شكرا جدا